أهلا بكم عزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان النهاردة الحلقة دي مش موجهة لكم انتو بس الحلقة دي أنا بوجهها النهاردة لأربع شرايح مختلفة بوجهها النهاردة للطلبة المستقبليين اللي حصلوا بمجميع جميلة للسنة دي على الإعدادية وإن شاء الله هم مؤهلين للتحاق بالتعليم السنوي سواء التعليم العام أو التعليم الفني أحب أبين للطلبة الجداد اللي ممكن إن شاء الله يكونوا محتمل يكونوا طلاب من طلاب الزخرفة إن شاء الله أعرفهم بقسم الزخرفة عايزة كمان أوجه حديث النهاردة لخريج الزخرفة اللي أنها دراسته السنة دي طلبة الدبلوم اللي أنه دراستهم السنة دي أو في السنوات السابقة أنت لو أنت مش عارف إيه اللي أنت ممكن تقدر تعمله بدبلوم الزخرفة في الحياة يمكن أنت تكون متخيل إن تخصصك قاصر على الرسم أو على بعض الحاجات اللي أنت تعلمتها فالنهاردة أنا بعرفك إيه المجالات اللي أنت ممكن تستخدم فيها تخصصك وتقدر تشتغل فيها من خلال إن أنت خريج زخرفة الشريحة الرابعة اللي بوجه كلامي لها النهاردة هي أولياء الأمور أو الجمهور بشكل عام اللي ممكن ما يكونوش عارفين قسم الزخرفة فبالتالي لما يجوا أولادهم يختاروا قسم الزخرفة ممكن يكونوا متخيلين إن قسم الزخرفة ده بس بيعلم رسم بس اللي بيطلع منه ممكن يكون رسام أو يقدر يرسم زخارف أو يلون النهاردة إحنا في حلقة بنتكلم فيها عن كل ما يمكن أن يخص قسم الزخرفة قسم الزخرفة من أجمل الأقسام اللي ممكن أي طالب يلتحك بها سواء كان ولد أو بنت يعني هو قسم يرتبط بالرقي بالفن بالثقافة بكل حاجة جميلة لها علاقة بالزخرفة يمكن تظنوا من كلامي إن أنا متحيزة للزخرفة وأنا أحب أأكد لكم إن ده من الظن ده حقيقة أنا فعلا متحيزة جدا للزخرفة متحيزة للزخرفة لأنه لما اخترت الزخرفة بعد ما حصلت على الإعدادية اخترتها اختيار حر اخترت أن أنا أدرس الدراسة دي الدراسة دي كانت من أمتع ما يمكن وزي ما ديت لقسم الزخرفة من الاجتهاد ومن العمل ومن الإتقان ومن الحب الزخرفة ادتني من الثقافة ومن المتعة ومن المهارات اللي خلاني أقدر أعمل حاجات كتير جدا في الحياة سواء في حياتي العملية أو في حياتي الشخصية الزخرفة قسم لازم تستفيد بكل حاجة درستها فيه كل كلمة بتدرسها في الزخرفة بتعود عليك بالنفع والفائدة في كل جوانب حياتك خلينا كده الناس اللي ما تعرفش الزخرفة سواء الطالب اللي حاليا في قسم الزخرفة الطالب اللي هيلتحق إن شاء الله بالصف الأول السنادي اللي حاصلين على الإعدادية الطالب اللي أنهى دراسته وكمان أولياء الأمور والجمهور العام وكل شخص يحب يتعرف على قسم الزخرفة خلينا كده الأول نعرف إن اسم قسم الزخرفة رسميا فضلوا معنا كده هو اسمه إيه بقاه؟ قسم الزخرفة والإعلان والديكور والتنصيق يعني الزخرفة مش حاجة واحدة الزخرفة بدرس فيها أكتر من جانب وأكتر من حاجة بكل مجتملتهم الجانب الأول هو جانب الزخرفة طيب جانب الزخرفة ده أنا بدرس فيه إيه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض بدرس أنواع الزخارف المختلفة يعني رسومات زخرفية قسم الثاني هو التنصيق تنصيق الألوان وتنصيق الزهور وتنصيق الديكور الديكور نفسه سواء كان ديكور داخلي أو ديكور خارجي الإعلان هو الإعلان عن المنتجات المختلفة الأربع حاجات دول بيشملهم قسم الزخرفة هنتكلم عن كل حاجة فيهم بالتفصيل أولا الزخرفة الجزء الخاص بالزخرفة هتلي تخصص أو حاجة موجودة في الحياة ما فيهاش علاقة بالزخرفة الزخرفة مش رسم الزخرفة دهنات الزخرفة تشكيل الزخرفة تصميم فبالتالي ما فيش أي مجال في الحياة ما فيهوش زخرفة خلينا ندي مثال أول مجال من المجالات اللي الزخرفة بتدخل فيها المجال المعماري البناء سواء من الخارج أو من الداخل عمارة خارجية يعني المبنى نفسه من أول تصميم المبنى بصوا كده أليس له علاقة بالزخرفة؟ التصميم ده ما فيهوش زخرفة؟ الزخرفة دخلة في التصميم ودخلة في الشكل بتاع المبنى وشكل الأعمدة حتى التشكيل الأساسي اللي متصمم به عشان يتعامل به المبنى أو المدينة برضو فيه شيء من الزخرفة يعني الجمال الزخرفة هي المعنى الموازي أو الواجه الآخر لعملة الجمال خلينا نشوف كده بصوا كل ده من المحاجات الزخرفية اللي موجودة في العمارة الخارجية طيب العمارة الداخلية هي كل ما يبنى داخل المبنى يعني حد يقول لي ده ديكور وإيه الفرق بين الدكور وبين العمارة الداخلية العمارة الداخلية هي أجزاء سبتة بتتعامل من خمات البناء لكن الدكور ممكن يتعامل من خمات متحركة وأقدر أغير أماكنها يبقى بصوا الزخرفة دخلة كمان في العمارة الداخلية عندي الزخرفة في المجال الإبداعي كلمة إبداعي يعني إيه؟ يعني إيه مجال إبداعي؟ الزخرفة زي ما قلنا هي مراضف للجمال الإبداع ما أصود به أنا بعمل فن للمتعة لترقية الزوق العام لإعطاء الصراء البصري والمتعة البصرية يعني أنا عندي هنا بعمل رسم الرسم ده هدفه تجميل هدفه إسعاد هدفه متعة هدفه إبداع ده كده اسمه غرض إبداعي بستخدم فيه الزخرفة زي اللوحات اللي احنا بنشوفها سواء قديما من أول قدماء المصريين ومرورا بالرسمين في جميع المراحل وبجميع توجهات وبجميع المدارس الفنية في النهاية هو فن غرض والاستمتاع زي ما بنشوف مثلا الصورة دي قدامكم محطة المترو هل الصورة هنا ليها وظيفة؟ هل هي وظيفية؟ لا هي جمالية هي إبداعية هدفها إن الناس تشوف منظر جميل تستمتع بفن جميل تتعود على رؤية الفن عندي زخرفة في المجال الصناعي مجال الصناعة أنا عندي مفيش صناعة على وجه الأرض ليس لها علاقة بالزخرفة خلينا نشوف زي إيه؟ مثلا صناعة الأقمشة والملابس من أول السبغة اللي بزبغ بيها الأقمشة الرسومات اللي بعملها عليها كل ده شغل ينتمي لشغل الزخرفة نيجي بقى كمان لأنواع الأقمشة المختلفة الأشكال، التطريز، التفصيل حتى تصميم الملابس لازم من مصمم الملابس يكون بيعرف يرسم كويس يعني الزخرفة هي جزء لا يتجزأ من هذا التخصص في إيه كمان في التخصص ده لي علاقة بالزخرفة غير التصميم؟ التطريز هو التطريز ده آه صح بنفزه بالخيوط لكن اللي أنا بنفزه ده عناصر إيه؟ برافو عليكم عناصر زخرفية زخرفة، شفت الزخرفة ولسه كمان هنتكلم عن حاجات كتير جدا جدا الزخرفة جزء منها مفيش مصنع موجود في العالم ليس له علاقة بالزخرفة يعني أنت مجالات عملك بعد ما تتخرج إن شاء الله هتكون متعددة كتيرة جدا ده تطريز بالخرز برضو ده زخرفة في زخرفة في الأجهزة الكهربية؟ يعني من ضمن الصناعات اللي فيها زخرفة الأجهزة الكهربية؟ طبعا النهاردة إنت لو عندك جهازين اللي اتنين ليهم نفس الكفاءة ونفس السعر ونفس الجودة هتختار أنهي هتختار الأجمل شكلا يبقى الزخرفة هنا لها قيمة ولا ملهاش؟ لها قيمة وقيمة عظيمة الزخرفة زي ما قلنا هي الوجه الآخر لعملة الجمال صناعة السيارات ودهان السيارات صناعة الأساس سواء في صناعة الأساس نفسه تصميم الأساس نفسه في زخرفة ليه علاقة بالفن ليه علاقة بالنحط ليه علاقة بالتشكيل الأقمشة اللي بغطي بيها المنسجات والمفروشات والأساس بتاعي شكل صناعة القيمة أو الحفر على الأخشاب كل ده برضو ليه علاقة بالزخرفة شغل الصدف برضو ليه علاقة بالزخرفة عندي كمان صناعة الحلية والمجاهرات والإكسسورات بجميع أنواعها سواء كانت حقيقية أو تأليد أو بلاستيكية كل الإكسسورات دي زخرفة كل ده شغل له علاقة بتخصص الزخرفة نرسم وبعد كده الجواهرج يشتغل بالخامة بتاعته ويصنع ولكن في البداية هو الدليل بتاعه الرسمة الزخرفية أو التصميم الزخرفي عندي كمان زخرفة في الصناعة المعدنية شغل الحديد المشغول أو الفير فور جي ده برضو زخرفة دخلت هنا في صناعة المعدن حتى السلك اللي بيستخدموه في الحماية والحديد اللي بيستخدم في الحماية سواء سلك عشان النموس أو حديد عشان الحماية ومنع السرقة برضو بيتعمل فيه أشكال زخرفية الأسوار الدربزين بتاع السلالم وحدات الإضاءة كل دي حاجات معدنية بتدخل فيها البوابات كل ده بيدخل فيه الزخرفة حتى أبواب المحال المعمولة الغرض وظيفي برضو بيدوها التمويجة ودي فيها شكل زخرفي ووظيفي الزخرفة بتحمل الشقين تدي جمال وتؤدي وظيفة يبقى أنا عندي كمان مجال آخر تدخل فيه الزخرفة هو المجال الثقافي طيب حد يسألني هو إيه العلاقة ما بين الزخرفة وما بين المجال الثقافي علاقة وثيقة كبيرة جدا من أول تصميم الكتاب أو المجلة أو الجريدة له علاقة بالزخرفة غلاف الكتاب أو المجلة أو الجريدة له علاقة بالزخرفة الرسم الموجود على الغلاف تقسيمة الصفحات شكل الكتابة أنواع الخط كتابة بالخط العربي عنوين الصحف كل ده له علاقة بالزخرفة في عندي الزخرفة في المجال السياحي احنا بلد لها تاريخ عظيم عندنا تاريخ كبير جدا كتير جدا بيجوا من جميع أنحاء العالم علشان يتفرجوا عليه وبيبقوا عايزين ياخدوا معاهم أي هدية لها علاقة بهذا التاريخ العظيم احنا بقى عندنا منتجات بتعتمد على الأسار أو الحاجات السياحية أو المنتجات الشعبية اللي احنا بنتخصص بيها كشعب زي الأطباء النحاس وشغل الحفرة على النحاس زي شغل الفوانيس زي شغل تقليد التحف الفرعانية وطبعا الدولة نفسها عندها توجه دلوقتي وده موجود حاليا مصنع لإنتاج مصغرات أو تحف تقليد علشان تشجيع السياحة عشان السائح ياخد هذه النسخة المقلدة الجيدة أحب أقول لكم أن النسبة الأكبر من العاملين في هذه المصانع بيكونوا من طلبة قسم الزخرفة زي الشغل على ورق البردي لتأليد الأعمال الفرعانية القديمة كل دي منتجات سياحية بتشجع السياحة لها علاقة بالزخرفة كده الجزء اللي يخص الزخرفة وإن كان الكلام على الزخرفة يطول ويممكن يمتد لساعات طويلة ولكن إحنا هنكتفي بالقدر ده من الزخرفة ننتقل للقسم التاني وقسم التنصيق تاني حاجة بدرسها في قسم الزخرفة بدرس التنصيق التنصيق مش بس تنصيق الألوان طبعا أول حاجة باستقي منها تنصيق الألوان هو إبداع الخالق تنصيق ألوان نتعلم منه هو الطبيعة إبداع الخالق في الطبيعة ده هو المصدر الأساسي لتعلم الإنسان وحب الإنسان للألوان وأنا بشوف أن الألوان نعمة كبيرة من نعم ربنا على الإنسان الألوان هي بهجة الحياة بنتعلم التنصيق في الألوان بس لأ تنصيق في الألوان ده جزء فقط من التنصيق تنصيق ألوان ما معناه تنصيق الألوان مش معناه التشابه مش معناه ألوان منصقة يعني تكون متقربة من بعضها أو متشابهة أو من عائلة واحدة لأ تنصيق يعني ألوان لها القدر على التعايش مع بعض وتديني شكل جمالي احنا بنشوف في خلق الله سبحانه وتعالى الوردة لونها احمر والفرع لونه اخضر ودول لونه متناقضين حتى احنا بنسميهم الوان متبينة ومع ذلك فيها كل الجمال التنصيق في الالوان التنصيق في الاشكال التنصيق ما بين النوعيات المختلفة تنصيق في الاحجام كمان عندي تنصيق في تارين العرض وده طبعا فن الوحده متخصص قدرت تستنبت من خلال اللي احنا تكلمناه لحد دلوقتي كام مجال عمل انت كخريج زخرافة تقدر تشتغل فيهم اذا كنت شاطر وماهر واستفدت فعلا من دراستك وقدرت تستوعب كل ما فيها شفت كم التخصصات والصناعات ومجالات العمل اللي ممكن الزخرافة تدخل فيها ادي مجالة هم من مجالات تصميم فترين العرض سواء الداخلية او الخارجية ده زخرافة طبعا ده له علاقة بالزخرافة ولاه علاقة بالتشكيل عندي كمان من ضمن انواع التنسيق تنسيق الظهور تنسيق الظهور وده موجود طبعا وهو فن له دراسة عميقة ومجال كمان ممكن نتكلم فيه لوحده الشبق التالت من نوعيات الدراسة اللي انا بتلقاها في قسم الزخرافة الديكور بدرس معلومات عن الديكور بتخليني اقدر اكون مساعد مهندس ده اذا ما اكملتش لكن انا لو كملته ممكن انا شخصيا ابقى مهندس لكن انا لو اكتفت بالديبلوم او حاولت يعني ايه اللي ممكن انا اقدمه انا طالب ديبلوم ممكن اكون مساعد لمهندس الديكور ومن خلال فهمي اللي انا درسته هكون مساعد شاطر وهكون مفيد جدا في عملي اول حاجة الديهنات طب الديهنات دي بتفيدني في المستوى العملي بس لا اولا النهاردة اذا انت منسكت ادوات الدهان واشتغلت عشان تدهن انت مش بس هتكون شاطر اداء لانك اشتغلت ده عملي في المدرسة وعرفت بيتعمل ازاي وعرفت بيتكون ازاي لا ده انت كمان هتكون شاطر في انك اكاديمي فاهم فاهم نسب الخامة وفاهم الخامة دي تنفع تتحط على دي ولا لا وده مائي وده زيتي وده لاصق وده غير لاصق كل ده انت هتبقى عارفه وفاهمه من خلال دراستك للزخرفة كمان على الجانب الشخصي هتقدر تكتفي بنفسك لانك هتبقى قادر على دهان شقتك واي مكان انت متواجد فيه من الالف للياء بيديك وبمنتهى السهولة وده للاولاد والبنات كمان يعني باختصار دخلت قسم الزخرفة يبقى انت هتكون قادر على انك تقوم بأي عمليات دهان موجودة في قلب البيت هتقدر تدهن الاخشاب هتقدر تدهن المعادن هتقدر تدهن الجدران هتقدر تجدد دهان بيتك يعني بدل ما تبقى مسألة تجديد دهان البيت دي عملية شقة وعملية مكلفة بوجودك انت وبمهرتك اللي انت هتكتسبها من قسم الزخرفة هتقدر تحول العملية دي لعملية سهلة وجميلة وغير مكلفة على الاطلاق بل بالعكس انت هتحس بمتعة كبيرة جدا لما تشوف ان الحاجة اللي انت كان حد تاني بيعملها وبتبصلها على انها حاجة صعبة ومحتاجة استعداد ومحتاجة تجهيز بقيت انت نفسك قادر انك انت تعملها بيدك وما فيش حاجة يفخر بها الانسان قد المنجز اللي هو بيقدر يصنعه ويشوف نتيجته طبعا وتكون متقنة وتكون جميلة غير الدهنات بقى عندي ايه تاني؟ عندي بعض الحاجات اللي انا بستخدم فيها الزخرفة طبعا هي الدهنات يدخل تحتها او يندرك تحتها تكسيات الجدران زي وراء الجدران او التجليد التجليد دوت او وراء الجدران تغطية للحيطة ولكن بخامة غير الدهان كل ده انت هتتعلمه في قسم الزخرفة اقدر ادهن كل حاجة ان شاء الله بعد ما اطلع من قسم الزخرفة كمان عندي الاساس والمفروشات والدهنات والوحدات الفنية كل دي وحدات الدكور عندي ستاير طبع الدكور دكور المنازل عندي دكور في الستاير عندي ممكن اعمل وحدات زي الارفف عندي ممكن اعمل زخرفة في الابواب تشكيل في الستاير مع السجاد مع المفروشات تشكيل في السلالم اعمل زجاج ملون اعمل قمريات كمان عندي دكور الوحدات التجارية أقدر من خلال أن أنا بعمل ديكور محل طبعا أقدر أكون قادر على تنفيذ الوحدة بتاعة الديكور وأقدر على دهانها وأقدر على اختيار شكلها وأقدر أشتغل على تنسيق الوحدات جوه المكان التجاري لأن أنا واحد دارس يعني إيه تنسيق يعني إيه قتلة يعني إيه فراغ يعني إيه اللي ينفع يتحط وإيه اللي ما ينفعش يتحط عندي كمان حاجة اللي هي الديكور الفني طبعا الديكور الفني اللي هو الديكور المسرح وديكور السينما يعني أنت كمان تقدر تشتغل في مجال السينما والمسرح هتبقى فني ديكور وتقدر تتعامل في مجال الديكور لأنك هتبقى فاهم أنواع الأخشاب وأنواع الخماد الدخلة في تصنيع الديكور من الألف إلى الياء أنت كمان تقدر تشتغل في الديكور الفني الخاص بالسينما والمسرح الشق الرابع عندي هو شق الإعلان طيب لما نيجي نتكلم عن الإعلان الإعلان هو المجال اللي بقدر من خلاله أعلن عن أي منتج طيب خلينا نقول مع بعض كده الإعلان أول هدف من أهدافه إيه؟ لفت النظر شد انتباه المشاهد علشان يعرف المنتج أو الحاجة دي من الحاجات اللي أنت هتتعلمها إزاي تصمم لوجو أو شعار ما فيش أي شركة في العالم ليس لها شعار بل إن الشعار له قيمة كبيرة ليه؟ الشعار بيختصر كل ما يعبر عن هذه الشركة وعن نشاطها وعن مدى جودة منتجها وإيه اللي بتقدمه من خلال شعار صغير شفت الزخرفة إزاي بتقدر تكون معبرة عن حاجات كبيرة جدا يعني اللوجو بتاع الشركة ده أنت المفترض تكون قادر على تصميم لوجوهات يعني شعرات عندنا طبعا كمان الإعلانات الموجودة في الشوارع عندنا الإعلانات اللي موجودة في الطرق عندنا كمان الإعلانات الورقية المطبعات اللي بتطبع في المعارض وبتطبع في أي وقت من أوقات عشان تعلن عن منتج عندنا كمان أي نوع من أنواع المطبعات ده ليه علاقة بالإيه؟ بالزخرفة وبرضه ليه علاقة بالإعلان أو الدعاية بعد كده هنتكلم عن الشق التاني وهو أهم مواد الزخرفة المواد اللي بقدر من خلالها أدرسها في قسم الزخرفة وأقدر أعرف هي طبيعتها إيه وهي بتتكلم عن إيه والمواد دي أنا ليه بدرسها إزاي أقدر أستفيد منها في حياتي العملية يبقى أنا دلوقتي اتكلمت الأول عن قسم الزخرفة بشكل عام قلت إن قسم الزخرفة زي ما قلنا بينقسم لديكور وتنصيق وإعلان والحاجات دي كلها أنا بقدر أوظفها مع بعض عشان في النهاية أقدر أقوم بأي عمل له علاقة بالزخرفة طيب أنا إذا دخلت قسم الزخرفة هدرس إيه إيه الدراسة أو إيه نوعية الدراسة اللي أنا هدرسها في قسم الزخرفة أول مادة من مواد قسم الزخرفة هي مادة الرسم الهندسي طيب خلونا نتكلم شوية عن مادة الرسم الهندسي المادة دي من اسمها كده رسم هندسي يعني رسم بيعتمد على الأدوات الهندسية ببتدي أتعرف على الأدوات الهندسية من الألف إلى الياء يعني أنا النهاردة عشان فيه برضو حاجة مهمة بعض الطلاب ممكن يحجموا عن دخول قسم الزخرفة لإعتقادهم أن هم لازم يكونوا موهوبين في الرسم عشان يلتحقوا بقسم الزخرفة يعني يقولك إيه أنا هدخل الزخرفة إزاي وأنا مش بعرف أرسم لأ المهم بس أنت تكون حابب ومجتهد وعندك الاستعداد في الحالة دي هتقدر تتقن كل ما هتتلقى وهتتعلم أنت عليك أن تلتحق بقسم الزخرفة وإحنا علينا أن نعلمك إزاي ترسم كما نبتدي نتكلم في مادة الرسم الهندسي إيه أول حاجة بدرسها في الرسم الهندسي أولا بدرس أنواع الأقلام أنواع الأساتيك أنواع البراجل باتعرف على كل الأدوات الهندسية اللي موجودة عندي من الألف إلى الياء إزاي أفرق بين الألم التقيل والخفيف إزاي أفرق بين البرجل العادي والبرجل الخاص بالتحبير أنواع المساطر كل مصطر اللي أستخدامها وحدات القياس المختلفة سواء بالبوصة أو بالمتر أو بالسانتي أو كذا بعد كده بقى ببتدي أشتغل عملي من أول الخط وتقسيم الخط لحد ما بقدر أرسم جميع الأشكال الهندسية طيب حد يسألني لو أنا دلوقتي ما دخلتش دراسة لها علاقة بالهندسة هستفيد بالمادة دي في حياتي إيه؟ زي ما اتفقنا وبكرر تاني جميع مواد قسم الزخرفة زي ما بتفيدنا في الجانب العملي في حياتنا كشغل بتفيدنا في الجانب الشخصي تعالى أنت النهاردة في بيتك حاجة دائرية عايز تجيب مركزها الرسم الهندسي يعلمك إزاي تجيب مركزها عندك حيطة مساحتها كذا عندك خط عايز تجيب تنصيفه عايز ترسم سداسي عايز تعمل أي شكل من الأشكال الهندسية هتقدر تتعلم ترسمه من خلال مادة الرسم الهندسي المادة اللي من خلالها يتعرف الطالب على الأدوات الهندسية دي أول حاجة يتعرف على أنواع الخطوط أنا عندي أنواع كثيرة من الخطوط سواء من خلال دلالتها هندسيا تما بتيجي تشوف تصميم هندسي تلاقي في خيوط في خطوط مستقيمة في خطوط منقوطة في خطوط مهشرة في خطوط منقطة في خطوط تهشير وتمقيد كل ده ليه معنى كل خط في الرسم الهندسية له معنى وله دلالة بعد كده ببتدي أتعرف على الأشكال الهندسية وإزاي يرسمها لما تكون شاطر في مادة الرسم الهندسي أو لما تدخل قسم الزخرفة هتتعلم إزاي ترسم من أول تنصيف المستقيمات تنصيف الزوايا المختلفة تأسيم الزوايا تأسيم أي نوع من أنواع الزوايا لأي عدد من الزوايا اللي أنت عايزها يعني لما تيجي تعمل برواز وعايز تثبت زوايا 45 هل أنت كإنسان عادي تقدر تجيب زوايا 45 بالزبط؟ لا طالب الزخرفة بمنطقة البساطة ببرجل فقط يقدر يجيب زوايا 45 ويقدر يجيب زوايا 22.5 كمان لو عايز ويقدر يجيب أي قياس من الزوايا كل ده بيتعلمه في مادة الرسم الهندسي كمان بيعرف يرسم جميع الأشكال من أول المسلس المربع المستطيل المعاين كل ده ليه طريقة في الرسم حتى القطع الناقص البيضاوي بعد كده بينتقل من رسم الأشكال لرسم المجسمات المجسمات اللي هي الحاجة سلسية الأبعاد ده برضو يخلينا نقول نقطة مهمة جدا يمكن أنت في درستك درست المسطحات ودرست المجسمات الرسم الهندسي هيعلمك إزاي تفرق بينهم إزاي تقدر تحلل المجسم إزاي تقدر تعرف المنظور بتاعه المنظور اللي انتوا شايفينه اللي هو بيعبر عن ثلاثة اتجاهات من الشكل ده المنظور اللي هو إزاي بشوفه بعيني ده اسمه منظور والمنظور طبعا عندنا ليه أكتر من طريقة وأكتر من زاوية عندنا منظور مائل من الجهتين ومنظور مائل من جهة واحدة وعلى ثلاثين وعلى خمسة وربعين ولكن أنا النهاردة عندي الدراسة كل هذه المنظير وطريقة رسمها وطريقة رسم أي مجسم سواء كان منشور أو مكعب أو استوانة أو حتى كرة كل حاجة أقدر أرسمها في مادة الرسم الهندسي برسم لها المنظور فقط لا طب مش بس الأشكال الهندسية دي بداية أنت تقدر تعمل منظور لمبنى بداية أنت تقدر تعمل منظور لقطعة أساس بداية أنك تقدر تعمل منظور لحجرة تقدر تتخيلها وتتخيل أبعادها تقدر تتخيل المكان ده هتبقى تأسمته عاملة إزاي التكسيم بتاعه عاملة إزاي كمان النقطة التانية بتعرف على حاجة اسمها المسقطة ودي اللي احنا شايفينها في الصورة الموجودة على جهة اليمين المساقط هي عبارة عن ثلاث صور ثلاث لمحات لنفس المجسم ولكن من ثلاث اتجاهات مختلفين كل جسم موجود في الطبيعة له سلاسة مساقط مسقط الرأسي هو شكله من الأمام المسقط الجانبي هو شكله من الجنب المسقط الأفقي هو شكله لما ببص عليه من أعلى أو اللي هو القاعدة اللي بيرتكز عليها دي كده التلاث مساقط أنا كطالب زخرفة هعرف أرسم اللي أنا شايفه ده لا أنا هرسم أكتر من كده وهقدر أرسم جميع المساقط وجميع الأشكال المجسمات والمسطحات وأقدر أرسم اسقطها سواء المسقط الرأسي أو المسقط الأفقي أو المسقط الجانبي وأقدر أستنتج أنا كمان المساقط بتاعتها بعد كده يعني إذا داك مسقطين تقدر كمان تستنتج التالت وإن كان دوت مش جزء من دراستنا لكن هو هيتوجد عندك بعد كده مع الوقت هتقدر تتعلم إزاي تستنتج المسقط الثالث طيب أنا بدرس بس منظور وما ساقط لا أنا بدرس حاجة تالتة اسمها انفراضات طيب عارف الانفراضات دي ممكن تفيدك في إيه تقدر تحول ورقة ورقة عادية جدا مسطحة رسمت عليها انفراض مكعب بشكل سليم مجرد ما هتقص الورقة دي وهتتنيها بشكل سليم وتجمع أجزاءها هتقدر تحصل على الشكل اللي أنت عايزه يعني أنا أقدر بعد كده أنا لو عايز أعمل مجسم أصنعه أنا بأدية في قلب البيت أنا أقدر أعمل ده طبعا أقدر أعمل ده الكلام ده أنت هتدرسه عملي لما تدخل قسم الزخرفة يبقى الزخرفة يعني شايف المجسم اللي قدامك ده بمنتهى السهولة أنت تقدر تعمله حد كده يقول لي إيه أول حاجة خطرت في بالك أو افتكرتها آه بيفكرنا بقعدة الفانوس يعني أنت تقدر تصنع فانوس خشبي أو ورقي في البيت من الألف للياء بأي أشكال مجسمات أنت عايزها لأنك درست انفراضات المجسمات في مادة الرسم الهندسي بنرسم الهرم المخروط المنشور جميع المجسمات زي ما قلنا برسم المساقط وبرسم المنظور وبرسم الانفراضات اللي بتؤهلني أن أنا بعد كده أقدر أعمل مكتل أي شكل هندسي وبس كده لأ رسمي للأشكال الهندسية بيخليني أتعلم إزاي أطلع أشكال زخرفية هندسية يبقى النهاردة أنا علشان أبني شكل زخرفي ما أبني على أساس هندسي لازم الأول أعرف إزاي أرسم الأساس الهندسي يبقى الرسم الهندسي هو المؤسس لدراسة الرسم الفني اللي من خلاله أول جزء فيه بدرس الجزء الهندسي يبقى الرسم الهندسي يعتبر جزء من الرسومات الفنية اللي أنا بخدها في قسم الزخرفة وعايز أقول حاجة مهمة جدا عن الرسم الهندسي أي دراسة إن شاء الله هتلتحق بيها بعد الدبلوم وإن شاء الله طبعا تكون متفوق وتلتحق بدراسة جامعية لا تخلو من مادة الرسم الهندسي والتطور الطبيعي لها المادة المنظور أو مادة الهندسة الوصفية يعني طلبنا المتفوقين اللي قدروا يجيبوا مجموع عالي ودخلوا كليات الهندسة أو كليات التعليم الصناعي أو كلية التربية جامعة حلوان كل الطلبة دول بيدرسوا مواد لها علاقة أو أساسها هو الرسم الهندسي يعني أنا برضو فيه نقطة هنا مهمة جدا عايز أقولها عن قسم الزخرفة قسم الزخرفة مش قسم دراسته كل سنة ملهاش علاقة بالسنة اللي قبلها لا إحنا القسم بتاعنا الدراسة فيه دراسة شبه تراكمية مش تراكمية في الامتحان وإحنا هنا مش بندرس عشان نمتحن إحنا هنا بندرس عشان نتعلم وعشان نكتسب مهارات دراسة الزخرفة دراسة تراكمية بمعنى إيه؟ بمعنى أنت بتدرسه في سنة أولى في مادة المعدات هيكون أساس اللي هتدرسه في سنة تانية وأساس اللي هتدرسه في سنة تالتة هيتبني عليه المعلومة يعني الرسم الهندسي اللي هتدرسه في أولى في التعليم الفني هيكون أساس لمادة المنظور اللي أنت هتتعلمها في الجامعة إن شاء الله أساس لمادة الهندسة الوصفية يعني إذن أنت لو ما كنتش متأسس رسم هندسي صح مش هتقدر تكون شاطر في المواد دي يعني ما تقولش أنا خلاص نجحت أنا خدت الدبلوم المادة دي أنا مش محتاجة تاني لا خالص إحنا المواد بتاعتنا مهمة جدا وهي أساس لدراسة مواد تانية والرسم الهندسي من أكتر المواد الجميلة اللي هتستفيد بيها في حياتك العملية نتكلم بقى شوية عن الرسم الفني ونشوف بعض الرسومات من رسومات مادة الرسم الفني هنا دي بقى مادة التزوق مادة الجمال مادة المتعة مادة الإبداع مادة تحويل ورقة بيضاء ليس لها قيمة إلا تمن الورقة إلى لوحة عظيمة يدفع فيها أموال بالملايين النهاردة عندي سواء كانت لوحة ورقية أو من القماش أو من أي خامة أنا النهاردة عندي الخامة دي قبل أن أضع عليها فني إيه كانت قيمتها؟ لا شيء النهاردة الفن هو اللي أعطى الخامة هذه القيمة شايفيني الألوان وجمال الألوان؟ طب أنا بدرس إيه في الرسم الفني؟ الرسم الفني بينقسم لشقين شق بتتعلم إزاي ترسم والشق التاني بتتعلم إزاي تلون بلدة والألوان الرسم الفني أنا بعتبره مادة الإبداع والاستمتاع في دراسة الزخرفة والرسم الفني إذا التحقت بأي كلية لها علاقة بدراستنا هتلاقي إن الرسم الفني مؤسس ليك لإنك تكون بعد كده هتاخد فنون تشكيلية هتعمل دراسات طبيعية يعني اللي أنت بتدرسه هنا بشكل مصغر في مادة الرسم الفني هتدرسه بعد كده كل جزء فيك مادة مستقلة في تعليمك الجامعي إن شاء الله لما تلتحق بالإيه بالجامعة طيب الرسم الفني إيه المراحل اللي أنا بمر فيها في دراستها؟ إنت هفترض إنك إنت جايلي مش بتعرف تعمل أي حاجة في الرسم الفني أنا وظيفتي كمعلم زخرفة وإحنا عندنا معلمين زخرفة في قمة المهارة قادرين على إن هم يكسبوك جميع المهارات اللي إنت محتاجها في مادة في مواد الزخرفة كلها وخاصة مادة الرسم الفني طيب الطالب بيتعلم إيه أول حاجة؟ أول حاجة بيتعلم الإقلام الرصاص وأنواعها اللي إحنا خدناها في الرسم الهندسي وإزاي يستعملها؟ بيبتدي يرسم في الأول أشكال هندسية بسيطة يبقى عرفنا ليه إحنا بنتعلم الرسم الهندسي؟ لإن الرسم الهندسي هيبقى جزء من شغلنا في الرسم الفني يبتدي الأول يرسم أشكال بسيطة من خلال الأشكال البسيطة دي يرسم أشكال تانية أكثر تعقيدا بعدين ينتقل لمرحلة الدراسة الطبيعية دراسة طبيعية يعني بدرس عناصر لها علاقة بالطبيعة ودي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده بعد كده هو بيبتدي يتعلم الأول أنا قدامي عنصر طبيعي العنصر الطبيعي ده يبقى الأول خلينا نشوف كده أنا بدرس إيه؟ شايفين الرسم الهندسي اللي قدامكم دي؟ طالب من الطلبة الجداد يقول إيه؟ لا 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 دي رسمة صعبة جدا ده أنا مش ممكن أعرف أرسمها دي في منطقة الصعوبة لا أنا عايز أقولك إن أنت لما هتطقن مادة الرسم الهندسي هترسم الرسمة دي بمنطقة سهولة الرسم الهندسي مادة تيكنيك مادة تعلم طريقة إذا تعلمت الطريقة تقدر بعد كده تبدع مش بس إنت هتعرف ترسم ده؟ لا إنت كمان هتقدر تبتكر أشكال بإبداعك إنت بتفكيرك إنت بمهرتك الشخصية يبقى الرسمة اللي إنت متخيل شايف دي؟ بص كده شوف الرسم بيبين لي المراحل اللي مشيت عليها واحد اتنين ثلاثة ودي بيسموها الأطباق النجمية الإسلامية دي من الزخارف الهندسية الموجودة في الفن الإسلامي تعال نبص كده بص شكلها بدأت إزاي رسمت وحدة مسمن بعد كده بدأت أعمل في تأسيمات بالبرجل وتوصيلات بالمسطرة بعد كده طبعا إنت هتتعلم في الرسم الهندسي إزاي ترسم المسمن وإزاي تبتدي بعد كده تأسم وبعد عملية التقسيم بنعمل عمليات توصيل مختلفة وعمليات تأسيم أصغر شايف النتيجة اللي إحنا بنوصلها في الآخر؟ شايف الرسمة اللي إنت تظن إنها معقدة دي إنت هتقدر تعملها في ثلاث دقايق بالزبط ومنتهى المهارة لإنك طالب شاطر في قسم الزخرفة بصوا ده تلوين زميلكم في قسم الزخرفة ده من أعمال طلاب قسم الزخرفة هم اللي رسمينه وهم اللي عاملين الألوان وهم اللي مدرجينها يعني إنت هتقدر في يوم من الأيام يكون لك القدرة إنك إنت تعمل تصميم زي ده على مساحة كبيرة أو مساحة صغيرة وتقوم بتلوينه وتدريجه زي ما إنت شايف كده ده شغل طالب من طلاب الزخرفة أو طالبها يعني من طلابنا بنات وبنين كلهم في منتهى الشطارة دي برضو من الأطباق النجمية الإسلامية اللي بنعتبرها من الوحدات الهندسية اللي فيها شيء من التركيب الشديد اللي هو زي ما قلنا بتحتاج لمهارة وبتحتاج لإتقان في سواء رسمها أو في تلوينها برضو دي وحدة من الوحدات الزخرفية اللي منفزها طلبة قسم الزخرفة ده شغل طالب زميلك بأيديه شوف جميل قد إيه شوف تأسيمات شوف تدريجات الألوان دي المرحلة التانية اللي هنتكلم فيها إزاي بكون الألوان قبل ما أتكلم عن تكوين الألوان وتعرفنا في قسم الزخرفة في الرسم الفني بالألوان خلينا نتكلم عن موضوع إن أنا بعد ما بقدر أنقل مرحلة الأولى أنت خلاص أتقنت مهارة النقل والتكبير التكبير يعني إيه؟ أنا بعلمك النسب بعلمك إزاي تنقل الرسمة بنفس شكلها بنفس تفاصيلها بنفس نسبها لمساحة أكبر من المساحة اللي قدامك وبتديني نفس الجودة وتقدر تنقلها بمنتهى الدقة طيب إنت خلاص بقيت بتنقل كويس جدا بتكبر كويس جدا هننتقل للمرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة التحوير التحوير يعني الإضافة التحوير يعني بحول العنصر الطبيعي العنصر الزخرفي أشيل تفاصيل أحط تفاصيل أغير حاجة أكبرها أغير تشكيل الوحدة الزخرفية الطبيعية بعد ما بعمل ده زي ما إحنا شايفين كده يعني هل أنا موجود عندي وردة بالشكل ده طبقا لده في الواقع لأ أنا أخدت الشكل الأصلي وعملت له تحوير لما نيجي نتكلم بقى عن العناصر الطبيعية لأ إحنا عايزين قبل ما نتكلم عن العناصر التاريخية نقول حاجة صغيرة كده عن العناصر الطبيعية العناصر الطبيعية هي بتنقسم لتلات أنواع من العناصر أنا عندي العناصر الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة عندي أول نوع بيسموه الطبيعة الصامتة يعني مش بيبقى هنا طبيعة حية يعني فيه طبيعة حية وفيه طبيعة صامتة الطبيعة الصامتة زي النبات مثلا النبات طبيعة ولكنها طبيعة صامتة تتحركش ما فيهاش روح طيب الشق التاني هو رسم الطبيعة الحية رسم الطبيعة الحية ده بقى يندرك تحت منه كل أنواع الرسم اللي انت بتشوفها من رسومات الطيور الفراشات الأسماك جميع الكائنات الحية رسم البرتريهات والرسومات الشخصية كل ده بيندرك تحت الأسماك والفراشات والطيور وكل الوحدات الحية ده بيندرك تحت الوحدات الطبيعية الحية يبقى الوحدات الطبيعية اللي أنا بقوم بدرستها انت هتكون قادر على رسم الهياكل والتشكيل والتشريح بتاع الكائنات الحية دي سواء إنسان أو جميع أنواع الطيور والحيوانات هتقدر تتدرب عليها وهتقدر ترسمها بمنتهى الإتقان ومش بس كده أنت هتقدر تحورها وتطلع على محدات زخرفية طيب نكمل كلامنا أنا بقى بعد ما بطقن مرحلة النقل والتكبير والتحوير كمان أنا بدرس العناصر التاريخية طبعا إحنا بحكم انتماءنا لتاريخنا العظيم تاريخنا المصري القديم والحكم الفرعوني ومرحلة الإبداع اللي العالم كله بينباهر بيها ومازال لحد النهاردة بيتعلم منها ولسه بيكتشف واستكشف أسرارها حضرتنا العظيمة دي طبعا إحنا بنهتم من إحنا نعرف الطالب هنا برضو ألفت النظر لنقطة مهمة جدا إن أنا عندي الفن هو ناقل لأسرار التاريخ يعني التاريخ هو حاجة إحنا معيشناهاش عرفنا بيها إزاي وصلت لنا إزاي النهاردة أنا عرفت منين عظمة الحضارة المصرية القديمة من خلال البرديات ده فن ده زخرفة من خلال النحت ده فن وزخرفة من خلال البناء المعابد ده فن وزخرفة يعني شوف الفن وزخرفة هي كانت الوعاء أو الناقل الحقيقي للتاريخ والحضارة حفظت الحضارة ونقلتها لولا الزخرفة ولولا الفنانين ما كناش قدرنا نعرف حاجة عن الحضارات القديمة حتى الإنسان البدائي الإنسان اللي كان عايش في الكهوف حتى إنسان الكهوف كان بيرسم وقدر ينقل لنا حياته وازاي كان بيصطاد وازاي كان بنعمل وده بندرسه في مادة تاريخ الفنون بعد كده بالتفصيل هنتكلم عنها حتى حياة إنسان الكهف الإنسان الأول حتى الإنسان الأول يحتاج أنه يرسم شوف قد إيه الرسم حاجة مهمة للتعبير شوف قد إيه الرسم كان هو أساس لبناء حضارات كثيرة بنيت على مكانة موجودة قديما قبلها من أول الإنسان البدائي اللي رسم على جدران الكهوف بدماء الحيوانات ودهونها وبالأصباغ الموجودة في النباتات الطبيعية وبالمواد اللي موجودة حوالين منه الغروية اللي موجودة في النباتات زي مثلا النباتات الصبرية أو كذا قدر يستغل المواد دية الجيلاتينية أو اللاسيقة أو كذا أو كذا في إنه هو يقدر يرسم على جدران الكهوف وده اللي وصل لنا حياته كانت عاملة إزاي كمان من ضمن الحاجات ودي حاجة مبدعة جدا لإنها لها علاقة بهويتنا إن إحنا بندرس الخط العربي هل أنا لما هتخرج من قسم الزخرفة هكون خطات؟ لا إنت مش هتكون خطات محترف ولكن هتكون عندك دراية كافية بأنواع الخطوط بأشكالها إزاي تقدر ترسم أنواع بسيطة منها وده هيؤهلك إن إنت لو حبيت بعد كده تدرس الخط العربي وتكون محترف فيه الزخرفة بتؤهلك لدوت بمنتهى الكفاءة خط العربي هو حامل الهوية هو اللي بيعبر عن هويتنا العربية لما نيجي نتكلم عن الخط العربي بنتكلم من أول الكوفي المربع اللي هيكون سهل عليك جدا إن أنت تتعلمه وترسمه في كراسة المربعات عندك وترسمه في الرسم الفني وتحبره لحد أنواع الخط الكوفي اللي ممكن بتصل إلى عشرين نوع مختلف من مدينة إلى مدينة خط السلس، خط الرقعة، خطوط هي بحر لوحدها يعني إحنا إذا حبينا نتكلم عن كل نقطة تكلمنا فيها في الزخرفة النهاردة الخط ده لوحده يحتاج مش حلقة واحدة حلقات كثيرة جدا للتحدث عن أنواع الخطوط طيب أنا عندي هدرس الخطوط العربية فقط لا أنا هدرس كمان الخطوط الأجنبية أو الإنجليزي أو الخطوط اللاتينية طيب أنا النهاردة هستخدم الخطوط دي في إيه؟ هستخدمها في أغلفة الكتب، هستخدمها في الإعلانات يعني هل أنا هكون قادر على تصميم غلاف كتاب وكتابة اسمه؟ أكيد هتكون قادر على دوات طيب إذا أنا هستخدم الخط سواء في الإعلان، سواء في المجال الثقافي، في المجالات المختلفة قسم الزخرفة ودرستك في الرسم الفني بتؤهلك أنك تكون قادر على أنك ترسم الخطوط طيب خليني أنا دلوقتي رسمت الوحدات الصمتة، رسمت الوحدات الحية، رسمت الوحدات الهندسية، رسمت الوحدات الطبيعية، رسمت الوحدات التاريخية كل ده قادر أن أنا أرسمه وأنقله وأكبره وأحوره ورسمت كمان أنواع الخطوط المختلفة نيجي بقى للمرحلة التانية في الرسم الفني أنا الرسومات دي بعد ما هرسمها طريقة إخراجي ليها هتكون إزاي؟ طريقة الإخراج هتكون حاجة من اتنين أول حاجة أن أنا هقدر أعلم الطالب أنه يظهر الشكل ده أو يجسمه بطريقة الظل والنور خلينا كده نفكر في كلمة ظل والنور الظل والنور هما تلخيص لفكرة التكسيم بدرجات الأبيض والإسود مش أبيض وإسود فقط ولكن الأبيض والإسود وما بينهما يبقى الظل والنور بدي تكسيم بدي عمق بدي بعد ثالث طبعا كلنا عارفين يعني إيه البعد الثالث إحنا كل حاجة في الحياة موجود لها ثلاث أبعاد طول وعرض وارتفاع أو عمق وهو اللي بيديني التكسيم أو البعد الثالث أنا كطالب زخرفة هتعلم مرسم رسومات بالبعد الثالث أيوة وبمنطقة البساطة هتتعلم لأنك عرفت إزاي ترسم منظور فهتقدر ترسم رسومات لها بعد ثالث طيب هلون إزاي بقى؟ هستخدم درجات الأقلام الرصاص المختلفة أو أقلام الحبر المختلفة أو أقلام الجاف كمان وده فن جديد ظهر في المرحلة الأخيرة وبيستخدموا طلاب الزخرفة وبيستخدموا كتير جدا من الفنانين التزليل أو الظل والنور أو التكسيم بدرجات ظلية مختلفة بالأقلام الجاف يعني أنا عندي تزليل بالألم الرصاص عندي تزليل بالألم الجاف عندي تزليل بأنواع الأقلام المختلفة هنتقل بعد كده لطريقة التزليل المختلفة اللي أنا بستخدم فيها ده لو ركزنا في الرسمة هنلاقيه عبارة عن طنقيد بالقلم التحبير الطنقيد دوت أنا بستخدمه في التحبير طيب إيه اللي أنا بعمل بيه درجات الظل والنور في الطنقيد تعالوا كده نبص للرسمة بعمل إيه؟ أنا بعمل توسيع وتضييق أو تقريب وإبعاد للنقاط يعني أنا هنا ما عنديش درجات رمضية ما عنديش درجات مختلفة زي الألم الرصاص أقدر أعمل فاتح وغامق أنا عندي هنا يا إما أبيض يا إما أسود ده في التحبير يا إما أبيض يا إما أسود طب أنا أقدر إزاي من خلال الأبيض والأسود أطلع عشر درجات بمنتهى البساطة لو أنا جيت في الجزء القاتم جدا عملت ميت نقطة جنب بعض جيت في الجزئية اللي بعد منه عايزا أفتح شوية عملت تمانين نقطة بس وسعت ما بين النقط شوية هلاقي إن درجة اللون بقت أفتح شوية طب تعالى أنا عايز أعمل خمسين نقطة برافو عليكم لما هتبتدي الفراغات البيضة ما بين النقط تزيد هيديني درجة خمسين في المية يعني أحس إنها أفتح شوية وهكذا يبقى التزليل بالتنقيد باعتمد فيه على عملية التقريب أو الإبعاد ما بين النقط اللي بعملها بالألم الحبر رغم إنه بيديني درجة واحدة ده تحبير بالألم الحبر لوحدة هندسية مركبة شايفيني الوحدة المعقدة على فكرة دي رسم أحد طلاب الزخرفة أو طالبات الزخرفة شوف الرسمة المعقدة جداً اللي انت شايفها قدامك دي دي رسمها طالب زيه زيك الطالب دوت هو اللي عملها من الألف إلى ألياء شايف دي ده برضو رسم طلاب الزخرفة أسماء طالبة رسمة الجميلة دي وتقدمت بيها في إحدى المسابقات في وزارة الثقافة وهي حصلت على أحد المراكز يعني إحنا كمان الفن بتاعنا ده هيفتح لنا مجالات كبيرة جداً في الحياة دي دراسة ظلية دي دراسة ظلية هي بدرجات الظل والنور قدرت أعمل الدرجات بتاعتي كلها عن طريق الظل والنور عندي هنا كمان دراسة برضو ظلية دي بالألم الجاف لسه كنا بنقول عن الدراسة بالألم الجاف المرحلة اللي بعد كده في الرسم الفني هي مرحلة التلوين بقدر أعمل عملية لتلوين أي حاجة بعد ما بتعرف الأول على أساسيات الألوان الألوان الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق بفتح وبغمق بالأبيض وبالأسود وبعد كده بشوف إزاي أنصق الألوان إزاي أدرجها إزاي أركبها إيه القوام المناسب ليها إيه الفرشة المناسبة اللي أنا أقدر أستخدمها في عملية الرسم عشان تديني النتيجة اللي أنا عايزها أبتدي بعد كده طيب أنا مش بعرف أمسك حتى الفرشة مش بعرف أكون اللون وظيفتنا إحنا كمعلمين زخرفة إن إحنا نعلمك من أول مسكة الفرشة طريقة التلوين أنواع الألوان إزاي أركب لون على لون إزاي أكون الألوان المختلفة طيب حتى هيقول لي العلبة دي 12 لون إزاي أنا أقدر أكون منها كل الألوان أسرار تكوين الألوان دي رسمة أحد الطلاب طالبة آية أنا هاختم بالرسمة الجميلة اللي هي رسمة لطالبة زيكم زميلة ليكم إنتوا إن شاء الله هترسموا أجمل منها كل الدرجات اللي إنتوا شايفينها دي هنقدر نعملها فقط من الأصفر والأحمر والأزرق ولو حبيت أفتح أو أغمأ باستخدم الأبيض والأسود جميع الألوان الموجودة بقدر أكونها بنفس الطريقة يعني أنا لما حب أدرب أي لون سواء في الدهنات أو في التلوين هقدر أعمل اللون دوت بنفسي يبقى إحنا كده النهاردة اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمنا عن قسم الزخرفة إيه المجالات الحياتية اللي بيدخل فيها قسم الزخرفة إزاي قسم الزخرفة بيفيدك سواء في حياتك العملية أو في حياتك الشخصية اتكلمنا كمان عن مادة مهمة جدا من المواد الأساسية في قسم الزخرفة اللي بتعتبر أساس قسم الزخرفة وهي مادة الرسم الفني مادة الجمال الزخرفة زي ما اتفقنا هي عبارة عن الوجه الآخر للجمال أنا أتمنى أن الطلاب اللي حصلوا هذا العام على الإعدادية والطلاب اللي حاليا موجودين في قسم الزخرفة يستمتعوا بدرستهم المهمة يكتسبوا كل المهارات اللي يقدروا عليها الفرق بين طالب وطالب أن في طالب بيكتفي بأنه يدخل الامتحان وينجح وفي طالب تاني بيكتسب المهارة وبيتعلمها وبيتقنها وبيقدر يستفيد بيها في حياته العملية أشكركم وأشوفكم على خير